اليوم أصبحت أعمالهم واضحة للعيان في مناطق بها أصواتهم الانتخابية في مناطق بها نفوذهم الانتخابي اليوم أصبحت حتى المساعدات الدولية والمنظمات الدولية من تقدم خدمة ومشاريع في تكريته وفي باقي الأقضية تنسب إلى السيدة المحافظ وهذا أصلا ضمن عمله الإداري وليس الانتخابي نحن نتمنى على رئيس الوزراء هو سبق ونتكلم قال أغلب المحافظين الآن يقومون بأعمالهم غرض دعاية الانتخابية نحن نأكد على السيدة الرئيس الوزراء بتابعة الموضوع وإقصاء المحافظين الذين يعملون بهذه الجهد محافظة صلاح الدين اليوم بدأ باستغلال منصبة كمحافظة صلاح الدين باستغلال هذا الشيء يا راية العموم المواطنين لا فقط دائرة المحافظة الجنوبية وبدأ باستغلال منصبة بتبليط الشوارع بتوفير كهرباء بتوفير إسالة مال منطقة جنوبية فقط لأنه دائرة الانتخابية أما بقية أقضية المحافظة تعيش كل شيء ما يكون اليوم مدينة السامرة تفتقر إلى تبليط تفتقر إلى ما تفتقر إلى خدمات أبسط الخدمات ما بها فاليوم المسؤولين بدأوا باستغلال المناصب السيادية لدعاية انتخابية نتمنى من رئيس الوزراء أولا ما دام المحافظ مرشح على الدورة البرلمانية القادمة لما خلاص يستبدل المحافظ يجبنا محافظ مستقل حتى يخدمنا حتى يخدم المحافظة بشكل عام مو فقط يعني يخدم دائرة الانتخابية